في إيطال البرنامج اللي خصصناه أننا ننطلقو من مناطق المتضررة اللي عرفت مأسات الحريق شهر أوت العملية تعليوم راح تمس أكثر من 421 شجيرة اللي يتم غرسها اليوم ولكن البرنامج ممتد إلى حين يتعدل 20 ألف شجيرة اللي يتم غرسها العملية في مغزاها أولا هي إعادة إعادة بعث الغيطاء النباتي المتضرر ومن جهة كذلك ثانية وهي رمزية قوية جدا هي إعادة بعث الحياة في المنطقة اللي الضرت من هذا الحرائق مريثة بوزو نفذت ذاكي 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 طليرا شغال خطر ما احتوالي مثي بحير ثاكي ثلاث ساعات زمور ساعات جهورة الفاكية ثلاثة قنفذية قاعدين نكونين نروحد بشاكينين أدنفكا فوذ في اللحنة قينا نضعي وذن ندحيون في ميزارنسن الدحيون في بحيالي نسن يارغان الآن قينا نزون خمسين تشار وزمور شاملان زمور نزيث ثم بعد نروح لغا فاهملون الجهات تدرث يحلم لنذا نكيت ثلاثة لغا فاني ساعات جهورة ندي تساكناقشوش نغيفاركين نزون خمسمين تشار يعني برنامج كبير جدا لإعادة بناء كل البساتين اللي مستتها الحرائق يعني c'est la reconstitution de tous les verges touchy par les futvouri à travers la ولايات وبهذه المناسبة كذلك أقدم يعني أتقدم إلى نداء إلى كل المتضررين من جراء يعني الحرائق اللي كانت عندهم أضرار في البساتين تحم بجميع أنواع الأشجار المثمرة أن يتقدموا إلى الفروع الفلاحية يعني لسوب ديفيزيون au niveau دايرات ولا حتى المرشدين الفلاحيين على مستوى البلدية مستوى البلدية ترجمة نانسي قنقر